بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى هو العلي الأعلى والولي المولى سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى خالق الخلق ومبتديه ورازقه وكافيه ومسعده ومشقيه يتعظ المتفكر في آياته ولا يدرق حقيقة ذاته الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كماله والكل دون الله لو حققته عدم على التفصيل والإجمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا برؤيته ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا إلى الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله الرحيمة وهو منته العظيمة هو راية الحق القائمة وهو ساحة الشفاعة الدائمة وهو سيد الخلق سيدنا محمد اللهم صلِّ عليَّه يا ربَّنَا صَلَاةً تَرْفَعَ بِهَا دَرَجَاتِنَا وصلِّ عليه يا ربنا صلاةً تغفر بها ذلاتنا وصلِّ عليه يا ربنا صلاةً تُعلِ بها قدرنا وصلِّ عليه يا ربنا صلاةً تُيَثِّر بها في الدنيا أمورنا وتُبيِّض بها يوم أن نلقاك وجوهنا وارضَ اللهم عن آله وعن صحبه وعن كل من نهج نهجه واستنَّ بسنَّته وكتفى أثره إلى يوم الدين ثمَّ أما بعد أيها الإخوة الأحباب أحييكم بتحية الإسلام العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطبتم جميعًا وطاب ممشاكم ومفعاكم وتبوَّأتم جميعًا من الجنَّة منزلا ونسأل المولى عز وجل الذي جمعنا في دنياه في بيته وعلى طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنَّته وضار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما أبشركم وأهنِّئكم دائمًا بثواب وفضل مثل هذه المجالث من أن ملائكة الرحمن تحفُّكم وأن الله عز وجل يذكركم في من عنده سبحانه وتعالى ولنعلم أيها الإخوة الأحباب أن العلم بالتعلم وأن الفقه بالتفقه كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند الطبراني وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه ومن يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين ومن يُرِد الله به خيرًا يُفقِّه في الدين وإنما يخشَ الله من عباده العلماء فهنيئًا لكم بمثل هذه المجالث ونسأل المولى عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعًا إنه ولي ذلك والقادر عليه توقفنا في المجلث الماضي ليلة أمس عند مبطلات الصيام التي تُوجِب على المسلم القضاء وهذه الليلة إن شاء الله عز وجل وفي هذا المجلث نتحدَّث عن مبطلات الصيام التي تُوجِب على المسلم القضاء ذائد الكفَّارة يعني يجب عليه أن يقضي ثم يُكفِّر ونتعرَّف إن شاء الله عز وجل خلال هذه المجلث خلال هذا المجلث ما يُبطل الصيام من هذه الناحية وما كفَّارته وما هي الكفَّارة وما هي المسائل التي تتعلَّق بهذه الكفَّارة وقبل أن أبدأ في مجلث الليلة جاءنا طرح بعض الأسئلة من خلال المجلث الثابق مجلث ليلة أمس فسأل ثائلٌ ما حُكم الدم الذي يخرج بين اللثة حينما يكون الإنسان أو المسلم صائماً حينما تكون صائماً أحياناً يخرج دمٌ من بين أثنانك فما حُكم هذا الدم؟ العلماء قالوا بأن هذا الدم إذا كان قليلاً أي مُختلِطٌ كان هذا الدم مُختلِطًا بريقك فهذا مما لا يُمكن لإحتراز منه فيُعفَى عنه إذا كان مُختلِطًا بريقك فهذا مما لا يُمكن لإحتراز منه فهذا مما يُعفَى عنه يعني لا تشعُر به إلا وهو في جوفك أما إذا كان هذا الدم كثير يعني خرج من دمك جرح أو جرحت بجرح وخرج منه دمٌ كثير فهذا الدم لا بد أن تتخلَّص منه ولا بد أن يخرج من فمك لأننا اتفقنا أن الفم ليس من الجوف اتفقنا أن الفم إنما ليس من الجوف وأول الجوف الحلق وأول الجوف الحلق والفقهاء قد بنوا مثائلهم في مثائل الصيام أو في أمور الصيام على أن الحلق هو بداية الجوف هو بداية الجوف فإذا وقع دم أو تخلَّل بين أثنانك بعض الشيء من الطعام يعني أصبحت في نهار رمضان بعض الظهر بعض العصر وجدت بقايا الطعام بين أثنانك وجدت بقايا الطعام بين أثنانك هذه البقايا البسيطة التي لا تذكر فهذا مما لا يحترز منه فإنه يعفعا أما إذا كان له حجم كحجم الحمصة مثلا أو حجم يذكر فلا بد أن تخرجها من فمك ولا تدخل إلى جوفك سائلٌ يسأل ما حكم الريق الذي يجتمع في فمك حال صيامك هذا الريق كذلك مما يُعفى عنه إذ أنه ليس للإنسان احترازٌ من أين تذهب بريقك خاصةً إذا تجمع في فمك وينبثك من هذا الطرح طرحٌ آخر حينما تتمضمط حال الصيام فإنه يتبقى بقايا الماء في فمك هذا أيضاً مما يُعفى عنه لماذا؟ لأنه ليس ماءً لكنه رُطوبة للماء لكنه رُطوبة وبقايا للماء فلابد أن تحترز من مثل هذه الأمور أن تحتاط منها لكن أحببت أن أجيب على السائل الكريم وعليكم جميعًا بهذه الإجابة التي شغلت باله وربما أن تشغل بال الحضور الكريم جميعًا الآن ننتقل إلى ما يُوجب القضاء والكفارة من نبطلات الصيام أذكر كذلك طرحًا قبل أن ننتهي منه لأنه يعني يشغل بال بعض الناس وهو ما حكم التدخين حال الصيام التدخين عده العلماء من نبطلات الصيام فمن دخن حال صيامه فقد بطل صومه ووجب عليه القضاء فالتدخين من نبطلات الصيام ويجب على فاعله القضاء ننتقل إلى ما يُوجب القضاء والكفارة وهو الجماع في نهار رمضان من جامع زوجته في نهار رمضان عامدًا مختارًا غير مكرهٍ زاكراً غير ناسيًا غير ناسٍ لهذا الفعل لأن هذه الأحكام أو هذه الألفاظ التي قلتها لها أحكام يعني الناس للجماع له حكم الجاهل للحكم له حكم فلابد أن يكون مختارًا لأن المكره له حكم فلابد أن يكون مختارًا ذاكراً غير ناسٍ عالماً غير جاهل عالماً غير جاهل فذهب جمهور العلماء على أن من جامع زوجته في نهار رمضان بهذه الصفة وبهذه الكيفية يجب عليه القضاء والكفارة لأنه قد فسد صومه وقد هتك حرمة الشهر فسد صومه وقد هتك حرمة الشهر والعلماء قالوا لابد أن يكون هذا الجماع بالتقاء الختنين يعني الالتقاء الرجل بالمرأة سواء أنزل أم لم ينزل فإنه يجب عليه القضاء والكفار لأنه يختلط على البعض أو يظن البعض أنه إن لم ينزل حال الجماع فإنه لم يتم الجماع لأ الجماع سواء أنزل أم لم ينزل طالما أن الجماع قد تم طالما أن الجماع قد تم السؤال الآن هل يجب عليه القضاء والكفارة أم الكفارة فقط جمهور العلماء قالوا يجب عليه القضاء والكفارة خلافا لمن لقول عند الشافعية قالوا لا يجب عليه القضاء لماذا لا يجب عليه القضاء قالوا لأن الخلل إن جبر بالكفارة فلا يلزم القضاء وقول ثالث عندهم قالوا إن كانت الكفارة الصيام يعني سيصوم الشهرين المتتابعين فليس عليه قضاء أما إذا أعتك أو أطعم فإنه يجب عليه القضاء لكن جمهور العلماء على أنه يجب عليه القضاء أي قضاء اليوم والكفارة اللي هي العتق الرقبة والستين يوم كما سنبين أو يطعام ستين مسكينة الطرح الذي يلي ذلك ما الحكم لو جامع صغيرة أو ميت يعني الرجل جامع زوجته الميت مثلا وهذه الأمور محالة لكنها جاءت عند الفقهاء أو قالها الفقهاء لتعلم أنهم لم يتركوا لنا صغيرة ولا كبيرة إلا بيّنوها ووضحوا الأمر فيها العلماء قالوا أنه إذا جامع في نهار رمضان بلا عز حياً آدمياً أو ميتاً غير آدمياً أنزل أو لم ينزل فعليه القضاء ثم عليه الكفار يعني عليه القضاء ثم عليه الكفار لماذا؟ لأنه أفسد صومه وهتك حرمة الشه وهتك حرمة الشه وهذا كله لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأنه الأصل في المسألة وسنبين الأحكام التي تستنبط من هذا الحديث حديث أبي هريرة قلته في مجلس في أول المجالس يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلكت فقال له وما أهلكك قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان وفي رواية وقعت على امرأتي وأنا صائم وهنا لا بد أن نبين وقعت على امرأتي وأنا صائم ووقعت على امرأتي في نهار رمضان ماذا يفهم من الاختلاف بين اللفظين؟ ماذا يفهم من قوله وقعت على امرأتي في نهار رمضان ووقعت على امرأتي وأنا صائم؟ يفهم من هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته في نهار رمضان يطالب بالقضاء والكفار فقط أما إذا جامع غير نهار رمضان فلا يطالب بالكفار فلا يطالب بالكفار فهذا اللفظ في الحديث هو الذي حرر هذه المسألة لأن العلماء اختلفوا فيها لكن لفظ يا معت زوجتي في نهار رمضان هو الذي حرر هذا الاختلاف أو هذه المسألة يعني الذي يجامع في نهار رمضان فقط لحرمة الشه أما من جامع في صوم آخر حتى لو كان واجبا فلا يلزمه الكفار فلا يلزمه الكفار يقول الرجل وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية في نهار رمضان فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها قال لا يا رسول الله قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال فأطعم ستين مسكين قال لا أستطيع انتظر الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم أي ما كث عنده فبينما هم على هذه الحالة إذ أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بمكتل فيه تمر مكتل فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم له خذ هذا وتصدق به على أهلك فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أي لا يوجد في المدينة من هو أفكر مني لا يوجد من هو أفكر مني فقال صلى الله عليه وسلم خذه وتصدق به على أهلك وفي رواية خذه وأطعمه أهلك هذا الحديث كما ذكرت هو أصل أصل في هذه المسألة وهو العندة عند الفقهاء في الاستدلال على بعض المسائل وكل فريق ممن اختلفوا في مسائل هذا الحديث استدلوا على حسب فهمهم وفقهم لهذا الحديث كما سنبين لذلك طرح الأول هل يفسد صوم المرأة كمثل فساد الرجل الحديثة هو الرجل يجي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لك قال له افعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فين المرأة من الموضوع المرأة لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد المرأة لم تذكر لا من قريب ولا من بعيد فهنا يجد السؤال هل يفسد صوم المرأة كمثل فساد صوم الرجل الجواب لا خلاف بين العلماء في فساد صوم المرأة لا خلاف بين العلماء في فساد صوم المرأة فإن صومها يفسد كذلك مثل فساد صوم الرجل لكنهم اختلفوا هل يجب عليها الكفارة كمثل الرجل الذي يكفر أم لا يجب عليها خلاف بين العلماء سنبينه ونفهمه إن شاء الله عز وجل جيداً السؤال الآن لماذا كان الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة والأكل والشرب يوجب القضاء فقط أنا قلت مسألة شبيهاً أو شبيهةً بهذه المسألة أو بهذا الطرح لماذا كان الجماع في نهار رمضان يوجب القضاء والكفارة والأكل والشرب يوجب القضاء فقط مع أن هذا هتك لحرمة الشهر وهذا هتك لحرمة الشهر الجواب كلاهما هتك لحرمة الشهر لكن صبر الإنسان عن جماع ذوجته بابه أوسع من صبر الإنسان عن جوعه وعطشه يمكن أن تصبر على الجوع العطش لكن يمكن أن تصبر عن زوجتك أيام يمكن أن تصبر عن الجوع العطش ساعات لكن يمكن أن تصبر عن زوجتك أكثر وأكثر وهكذا فالعلماء قالوا جاء تحريم وهذه حكمة سنبطها العلماء من أدلة الشرع أن الصبر عن الأكل والشرب لا يطاق بمثل الصبر عن جماع المرأة وعن إتيان المرأة في نهار رمضان الأمر الثاني أن عادة الإنسان في الأكل والشرب أوسع وأكثر من عادة الإنسان لجماعه لزوجته معنى هذا الكلام أنت تأكل في اليوم كم مرة مرتين أو تلاتة على حسب عادتك وفي نستكل أربع مرات وفي نستكل خمس مرات طيب ستجامع زوجتك كل كم يوم مرة اعتبر كل يوم مرة ستجامع زوجتك كل يوم مرة كل يوم مرة هذا لا ينفى بمثل الأكل والشرب الذي يكون كل أربع ساعات تأكل مرة يعني تفتر بعد أربع ساعات تتغدى بعد أربع ساعات تتعشه بعد أربع ساعات ممكن الجوع تأكل تاني وهكذا فالأكل والشرب لا ينسى بمثل أمر جماع البر فأمر النسيان الجماع هذا أو الصبر عنه أوسع من الصبر عن الأكل وعن الشرب بالنسبة للإنسان لذلك كان هدك حرمة رمضان بالجماع أشد تغليظاً وأشد حرمة من هدك صيام المسلم أو هدك المسلم صيامه في رمضان بالأكل والشرب الطرح الذي يلي ذلك من العلماء من قال بوجوب الكفارة فقط على الجماع دون القضاء وهو الإمام ابن حزم فما حجته في ذلك الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ذهب إلى أن المسلم الذي يجامع زوجته في نهار رمضان عليه الكفارة فقط وليس عليه القضاء وليس عليه القضاء لماذا قال ذلك؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل إلى الكفارة ولم يكن له إقض يوماً مكان مع أن جمهور العلماء استدلوا بذيادة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصوم يوماً مكان لكن هذه الذيادة ضعفها العلماء فالإمام ابن حزم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري لم يرشد الرجل إلى أن يصوم يوماً مكان إنما قال كفر ولم يكن له إقضي فاستدلوا أنه يجب عليه الكفارة ولا يجب عليه القضاء السؤال الآن أو الطرح الآن هل تجب الكفارة على المرأة كالرجل أم الكفارة تجب على الرجل فقط السؤال هل تجب الكفارة على المرأة أم تجب الكفارة على الرجل فقط اختلف أهل العلم في هذه المسألة واختلافهم كل له وجهته كل واحد لوجهه فنخلص من الخلاف بقول راجح أو قول يحل لنا الإشكال يحل لنا الإشكال اختلف العلماء في هذه المسألة والسبب الخلاف حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ولم يأمر المرأة وثقوته عن أمر المرأة هو الذي جعل العلماء يختلفون في وجوبه على المرأة وفي عدم وجوبه لذلك قال جمهور أهل العلم المرأة تجب عليها الكفارة كما تجب على الرجل وقول للشافعي وقول أحمد ومالك وأبو ثور وابن المنزر وغيرهم من علماء الإسلام أو من فقهاء الإسلام قالوا بأن الكفارة تجب على المرأة كمثل الرجل طيب ما دليلهم على أن الكفارة تجب على المرأة مثل الرجل من أين أتوا بهذا الكون لهم أدلة على هذا الأمر أول دليل أن الشريعة الإسلامية ثوت بين الرجل والمرأة في كل شيء كل شيء الرجل يطالب به المرأة تطالب به الصلاة الرجل والمرأة في الصلاة الذكاء الرجل والمرأة في الذكاء التكاليف الشرعية الرجل مثل المرأة وبالتالي من هتك حرمة الشهر من رجل أو امرأة فهما سواء في الحق والله عز وجل قد قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن وقال الله عز وجل فاستجاب له بربهم أني لأضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنسى وربنا قال فاستط الأحسب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيم أعد للرجال ولا أعد للنساء أعد للاتنين اللي هم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يبقى الرجل والمرأة على الثواء في التكاليف الشرعي يبقى لما فرضت الكفارة على الرجل المرأة تطلب الكفارة مثل رجل أحياناً المرأة وهم ذلك استدلوا بذلك تكون هي السبب في أن يقع الرجل عليها في النهار الرمضان لأنكم كما تعلمون المرأة هي مفتح هذا الأمر في الغالب في الغالب وستسلم العلماء بعض الحالات طيب الأمر الثاني قالوا عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة بالكفارة هذا حكاية حال يعني حكاية حال يعني الرجل يسأل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه فأجابه بما هو يدار في المجلس وبما سئل صلى الله عليه وسلم عنه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ابتداء إنما جاء الرجل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب فلو سأله الرجل وقال أتكفر زوجتي لقال صلى الله عليه وسلم له تكفر هذا معنى كلامهم لو الرجل سأل في palavra الله عن حال زوجته لأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن حالها لكن الرجل لم يرسل سأل عن حاله وفقط الأمر الثالث أن سبب سقوط النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المرأة ما عرفه صلى الله عليه وسلم عن حالها وعن حال زوجها أنهم لا يطيقون ولا يستطيعون رجل كبير في الثن الذي وقع على زوجته مثلا لا يستطيع الصيام لا يستطيع الإطعام لا يستطيع العتق فقال هي ستكون في الغالب ستكون مثله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم على حاله مثل سقوتي على حل الرجل فقالوا تجب عليها الكفار الأمر الرابع أو الذي لذلك الذي لذلك أن العلماء قالوا بأنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة لم يأمر المرأة بالكفارة لأنها لم تأتي المرأة وتستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استفته الرجل فالرجل اعترف على حاله والمرأة لم تعترف على حالها أو على ما وقع منها مع هذا الرجل فكان هذا القول هو القول لجمهور العلماء ودليلهم كما ذكرت القول الثاني قال ليس على المرأة كفار المرأة ليس عليها كفار وقول مذهب الإمام الشافعي قول الإمام أحمد طبعا بعض الشافعية اتفقوا مع الجمهور فأنه يجب عليها الكفار هنا مذهب الشافعي أنه قال ليس عليها كفار وهو قول الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما طيب بماذا استدلوا قالوا بأن ثقوت صلى الله عليه وسلم عن إعلام المرأة بوجوب الكفار مع الحاجة إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى كفارة عليها لأخبرها هو سكت ليه سكت ناسي أبدا سكت ساهي أبدا لماذا سكت سكت صلى الله عليه وسلم لأنه ليس عليها كفار فلو علم أو هناك كفارة شرعت في حق المرأة لأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر زوجته بأنها تكفر أو كفر أنت وزوجتك واصلع أنت وزوجتك لكنه صلى الله عليه وسلم لم يرد أو لم يأذن للرجل أن تكفر أو يوجب على المرأة أن تكفر مثل تكفير الرجل الأمر الثاني قالوا أو دليلهم الثاني قالوا بأن حق الكفارة هذا حق مالي والحقوق المالية في أمر الزواج تتعلق بالرجل لا بالمرأة كالمهر مثل المهر والمؤخر الصداق وكذا وكذا فإن الرجل دائما وأبدا في رقبته الحقوق المالية والكفارة دي حقوق المالية يبا من ملتزم بها الرجل الرجل هو الملتزم بها فلذلك قالوا أنه يجب على المرأة لا يجب على الرجل لا على المرأة ليس على المرأة لأنه حق مالي وحقوق المالية تتعلق بالرجل لا تتعلق بالمرأة الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا وتصدق به على أهلك لما اعطمكت للتمر قال له خذ هذا وتصدق به على أهلك لم يكن له خذ هذا وتصدق به عنك وعن زوجك إنما قال خذ هذا وتصدق به على أهلك فكان هذا دليل المذهب الثاني الذي قال بأنه لا يجب على المرأة الكفارة هناك رأي سالث قال يجزئهما كفارة واحد إلا إذا كانت الكفارة بالصيام فإنه يجب عليهم الصيام يعني لو يعتقى ركبه اعتقل ركبة حل محل اثنين لو سيطعم ستين مسكينا اطعام المساكين يحل عن الاثنين أما صيام الشهرين المتتابعين فإنه يلزم الرجل ويلزم المرأة وهذا قول ثالث ولا ريب ولا شك أن قول جمهور العلماء بوجوب كفارة على المرأة مثل الرجل هو الأرجح لعدة أثباب السبب الأول تساوي المرأة مع الرجل في الحق السبب الثالث أن العلماء قالوا بأن المرأة لا تستسنى من هذا الحق إلا إذا أكرهت أو جمعت حال نومها أو اغتصبت مثلا من زوجها أو شيء من هذا القبيل فإنها إذا أكرهت على ذلك فإنه لا يجب عليه الكفارة أما إذا شاركته في الفعل فطالما أنها شاركت في الفعل فقد وجب عليها فقد وجب عليها الكفارة كما وجبت على ذوجها السؤال الآن أو الطرح الآن ما الحكمة من الكفارة؟ لماذا شرع الإسلام الكفارة على الرجل الذي يجامع زوجته في نهار رمضان؟ العلماء قالوا شرعت الكفارة لتكفير هفوات الزنوب وسد الخلل الذي يكون في الطاع مثل أي عبادة أنت تعبد المولى عز وجل بها الله عز وجل شرع لك الأصل وشرع لك عنها فرع الفرع يتمم الأصل مثل الصلاة مثلا صلاة الصبح جعل لك ثنة راتبة ركعتين قبلها صلاة الظهر جعل لك ثنة راتبة أربعة قبلها وأربعة بعدها صلاة العصر جعل لك ثنة راتبة أربعة قبلها صلاة المغرب جعل لك ثنة راتبة قبلها لمن شاء وبعدها مؤكدا صلاة العشاء جعل لك ثنة قبلها وسنة بعدها وجعل لك التطوع بثائر العبادات إنك تصلي كما تشاء صيام رمضان مثلاً لمن لم يجامع جعل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغة والرفص كما سنبين في موضعه الحج جعل هناك الذي يحلق رأسه لا بد أن يقدم كذا الذي يصطاد صيداً أو الذي يتعرض لصيد الحرم عليه أن يفدي بمثله أو يقدم مثله من فعل كذا وكذا يفعل كذا وكذا وهكذا ضف إلى ذلك الزكاة الزكاة الفريضة أو المفروضة جعل لك الزكاة وجعل لك صدقات لماذا الصدقات ولماذا الزكوات الزكاة هي أصل المال أحياناً يقصر الإنسان في زكاته أو يخرج الزكاة غير مكتملة أو يخرج الزكاة من غير طيب ماله أو من الأسباب التي تجعل الزكاة فيها خلل عند المسلم جعل لك الصدقات حتى تستطيع أن تعوض ما فاتك من أمر الزكاة لذلك في إدن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت فكان ما بعدها فقد فلح وأنجح أو نجح وأفلح كما قال صلى الله عليه وسلم وإلا لم تنجح صلاته قال صلى الله عليه وسلم يقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع يعني ينفع هذا الرجل كان يصلي من الصلوات أو من التطوعات فنقدم هذه التطوعات مكان الفرائض وهكذا فقال العلماء الحكمة من كفارة جماع المرأة في نهاية رمضان أن الله عز وجل شرعها لترقيع النقص ودفع الخلل أو سد الخلل الذي وقع في نهاية رمضان من المسلم السؤال الآن أو الطرح الآن ما الحكم إذا أكرهت المرأة أو جهلت الحكم كما ذكرت لا قضاء عليها ولا كفارة على الأصح عند العلماء وكذلك الرجل إذا كان ناسيا أو جاهلا وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يعني المرأة تكون مضطرة مكرهة غير مختارة هذه المرأة لا يجب عليها الكفارة في هذه الحالة الإمام بن عقيل بن الحنابلة يقول إن أكرهت المرأة على الجماع في نهاية رمضان حتى مكنت الرجل منها لذمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليه ولماذا أكرر هذا الأمر؟ لنفهمه جيدا لأنه يرمي لمعنى ما هذا المعنى يقول إذا أكرهت المرأة على الجماع في نهاية رمضان حتى مكنت الرجل منها لذمتها الكفارة وإن غصبت أو أتيت نائمة فلا كفارة عليه ما الفرق بين الإكراه وبين الغصب والنوم الغصب والنوم معروف أنها تقتصد أو تكون في حالة النوم هذا معروف لكن أكرهت حتى مكنت الرجل منها يقول كأنه يقول لا تمكن المرأة الرجل منها في حال إكراهه يعني إذا لم تريد لا يستطيع إذا هي كأن كلامه يقول ذلك إذا هي لم تريد ذلك فهو لا يستطيع أن يقترب منها لكنها لما أكرهت ومع ذلك مكنته فإنها أرادت بعد إكراه فإنها أرادت بعد إكراه وهكذا الطرح الذي يلي ذلك هل تجب الكفارة على الترتيب أم على التخيير هل تجب الكفارة على الترتيب أم على التخيير الترتيب جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتك رقبة ثم شهرين متتابعين أطعم ستين مسكينة جمهور العلماء على وجوب الترتيب يعني لا ينتقل من عتك الرقبة إلى صيام الشهرين المتتابعين إلا إذا فقد عتك الرقب ولا ينتقل من صيام الشهرين المتتابعين إلا إذا فقد القدرة على صيام الشهرين المتتابعين يعني لا بد من الترتيب في المسألة وهذا ما يفهم من الحديث الإمام مالك انفرد برأي في المسألة قال بأن الكفارة على التخير وليست على الترتيب يعني عاوز الصوم صوم عاوز تعتق أعتق عاوز تطعم أطعم لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك هو استدل ببعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعم أو أعتق أو صوم شهرين متتابعين لكن رواية الترتيب أرجح عند العلماء ومجموع رواتها أحفظ وأكثر فالعلماء يرجحوا إذا تعارض دليلان أو حديثان أو رواية واحدة إذا تعارض في لفظ أو شيء من هذا القبير رجح العلماء بالأحوط أو بالأحفظ أو بالأثبت كما عند أهل العلم في مثل هذه المثائل السؤال اللي جاي هو أنت رجل إن شاء الله مبارك ربنا بارس فيك برضو أنت مبارح سألتني سؤال كان هو اللي قدامي ممكن تكون معي أنت أو أنت شفت اللي معاي السؤال الآن اللي أخونا طرحوا بارك الله فيه لكن هنبدأه هنبدأه يعني هو مجموعة أسئلة في طرح واحد نبدأها بهذا السؤال هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع؟ هل تتكرر الكفارة بتكرر الجماع؟ يعني رجل جامع زوجته في اليوم مرة أو اثنين وثلاثة عليه كفارة واحدة؟ ولا عليه بكل مرة كفارة؟ طيب جامع زوجته في أيام متفرقة في رمضان هل علي عن كل يوم كفارة؟ ولا كفارة واحدة بتغني هو رمضان وخلاص؟ هو رمضان وخلاص نشوف المثال ونشوف التفصيل السؤال الأول ما حكم من جامع في يوم واحد عدة مرات؟ هذا ليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا ليس عليه إلا كفارة واحدة إجماعا إجماع آهل العلم على أنه كفارة واحدة ليه لأنه يوم واحد وقد فسد صيام يوم واحد فسد صيام يوم واحد فلم يتغير الأيام أو لم تتغير حاله من فساد الصيام السؤال الثاني ما حكم من جامع في نهار رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر يعني جامع يوم واحد رمضان وضيع صيام وكفر إيجا يوم خمس رمضان جامع مرة أخرى هل تلزمه كفارة أخرى أم لا قولان للعلماء والراجح أن عليه لكل يوم كفار لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها ليه أنت بالصن بطلع الفجر وبتفطل بغروب الشمس فكل يوم عبادة مستقلة وكل يوم نية مستقلة وكل صيام بينه فطر كل صيام بينه فطر يعني الأيام ليست متصلة والصيام ليست متصلة فيجب عليه الكفارة بعض العلماء قال عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول عليه كفارة واحدة وهو قول الأحناف فروية عن أحمد لأنها جاءت من جراء جناية لم يستوفي أو لم يؤدي حق الله فيها فتداخلت الجنايات يعني دي بجت هي دي ويكفر عنه ويكفر عنها ويكفر عنها زي اليمين أذكر هذا المثال يتضح به المقال زي ما يحلف عن شيء يمين يحلف عن شيء يمين لكن القياس مع الفارق لكن العلماء اللي قالوا بأنها كفارة واحدة لهذا المعنى يعني مثلا حلفت يمين مثلا والله لن أشرب من هذه الزجاجة مثلا لن أشرب من هذه الزجاجة بعد ساعتين والله لن أشرب من هذه الزجاجة طب بكرة جيت بكرة في مجلس بكرة لجيتها زي ما هي قلت والله لن أشرب من هذه الزجاجة جيت في اليوم الثالث شربت منه عليها كم كفارة؟ كفارة واحدة ليه؟ لأن المقسم عليه واحد فهم قالوا ذلك قالوا أن الزنب الذي ارتكبه والذي فعله وجامع زوجته فعليه كفارة واحدة حتى لو تقرر منه خلال الشهر لكن الرجح عند العلماء أنه عليه بكل يوم كفار لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها فلابد أن يراعي حرمة كل يوم طيب الطرح الذي يلي ذلك هل يشترط التتابع في صيام الكفارات؟ نعم يشترط التتابع في صيام الكفارات واستثنى العلماء من ذلك إذا جاء أيام العيد ستين يوم جي يوم العيد في منتصفها مثلا يعني صام من أول عشر ذي الحج وجي يوم العيد جاذ له أن يفطر يوم العيد ويستكمل بعد العيد وهكذا يعني إذا جاء يوم يحرم عليه صيامه هل تجب كفارة الجماع على الناس والجاهل؟ قال العلماء ومنهم الشافعي وابو حنيف والحص البصل وغيره قالوا أن الجماع في حال النسيان لا يفطر قياسا على الأكل والشرب ناسيا لكن مالك وغيره قالوا عليه القضاء دون الكفارة والرأي الثالث قال لك لا ناس جاهل فاكر عليه كفار ليه يا عمي عليه كفارة؟ قالوا بأن مثل هذا الأمر لا ينسى بأن مثل هذا الأمر لا ينسى لأنه يقول لهم مقدمات أو كذا أو كذا فهذا الأمر لا ينسى بخلاف الأكل والشرب الذي يعتاده الإنسان هل تجب كفارة الجماع على من جامع في نهار رمضان فقط؟ أم في كل صيام واجب؟ ذكرتها في أول المجلس كفارة الجماع تجب على من جامع في نهار رمضان فقط لقول الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أصبت امرأتي في نهار رمضان السؤال الآن هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ هل تسقط الكفارة بالإعسار؟ يعني واحد ما معوش لهو قدر يصوم ستين يوم ولهو قدر يعتك ركبة ولهو قدر يطعن ستين مسكين هل تسقط الكفارة عليه؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة لفهمهم لهذا الحديث أيضا لفهمهم لهذا الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خذ المكتل مكتل الطمر فأطعمه أهلك استدل به على سقوط الكفارة بالإعسار يعني طالما الرجل مش جادر يبقى خلاص سكتت عنه الكفار ليه لأن سيدنا النبي قال له خذه وأطعمه أهلك لو لم تسقط الكفارة لقال خذه وأطعمه مسكينة أو أعطيه كذا أو افعل به كذا والعلماء أنفسه مستدل بهذا الفعل بأن الكفارة سقطت بأن الكفارة كذلك لم تسقط وهي مستكرة في ذمته لما قال لو خذه وأطعمه أهلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له أي هو ينتفع بهذا الشيء ويكفر به عن نفسه لنفسه يعني كأنه قال أطعمه أي أطعم هذه الكفارة لنفسك المحتاج فلم تسقط الكفار لو تسقط قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطعمه فلانا مسكينا أو أعطيه لمسكين أو أطعمه مسكين لنما قال وأطعمه أهلك أي أن الكفارة واجب علي والعلماء أخذوا من هذه الجملة القولين وكل واحد فهم الدليل بناحيته أو بفهمه الذي وهبه الله عز وجل إليه طيب السؤال الآن ما الحكمة من وجوب الكفارة بهذه الخصاد يعني اعتق رقبة اطعم صوم شهرين متتابعين اطعم ستين مسكين ليه أو لماذا كانت هذه الكفارة أو هذه الخصالح الكفارة لماذا لم يكلف من فعل ذلك بأفعال أخرى الجواب أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يفدي نفسه بعدك رقبة لأن جاء في الخبر الصحيح أنه من أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النار فهو قد أهلك نفسه بجماع في نهار رمضان فكان لذا من عليه أن يعتق رقبة ليفدي نفسه من هتك حرمة الشهر فناسب أن يعتق رقبة مقابل هذا الفعل الأمر الثاني صيام الشهرين المتتابعين مناسب لمن هتك نهار رمضان هو هتك يوم جاذاه الله عز وجل بصيام ستين يوما أما كونه شهرين فلأنه أمر بأن يصبر لمدة شهر فلم يصبر لمدة الشهر فضوعف له الصيام أو ضوعف له في الكفارة فطولب بصيام شهرين متتابعين السؤال الآن هل يجب على المرأة أن ترفض أمر زوجها في هذا الأمر؟ الجواب نعم وبلا جدال وبلا خلاف فجمهور أهل العلم وديننا وأمر ربنا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته في نهاي رمضان إذا أرغمت المرأة على ذلك لا تقبل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لا تأتي امرأة وتقول أجبرت أو أكرهت أو أساء إلي أو هددني أو كذا أو كذا أو كذا من هذه الأمور فلابد أن تنتبه كل امرأة لمثل هذا الأمر وتعلم أن الجناية عليها كما أن الجناية عليه هل يجوز الإطعام لطفل المساكين إطعام ستين مسكينة هل يجوز الإطعام لأطفال مثلا الجواب قال العلماء الإطعام يكون لمن يطعم والطفل في الغالب لا يطعم فلابد أن يكون إنسانا يطعم بعض الأهل العلم قال لو طفل يطعم أو يأكل مثل الكبير لا شيء في ذلك أو يمكن أن يعطى لوليه يعني أنت تعرف مثلا طفل مسكين لكن ولي أمر قائم عليه يجوز له أن يعطى أو يطعم من هذه الكفارة هل يجذئ هل يجذئ إطعام ستة مساكين عشرة أيام الكفارة يطعم ستين مسكينة طيب ينفع أن نوكل ست مساكين عشرة أيام طيب طيب ينفع نقلب الآية مثلا يعني نقول أن الستين مسكين الذين يطعموا نعطيهم المال مقابل الإطعام ولا لا ينفع يعني هل يصحه ذلك وهل يجذئ ذلك طيب صور من يباح لهم الفطر في رمضان سواء كان مريض مسافر أو غيره كل هذه المسائل نتعرف عليها إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم من الليلة القادمة نسأل المولى عز وجل في عليائه وسمائه أن يهب لنا كوة على طاعته وعجزا عن معصيته كما نسأل سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحومة واجعل تفرقنا من بعد دي تفرقا معصومة ولا تدع مننا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا بائثا ولا محرoma يا رب العالمين اللهم اكتب صالح عملنا في موازين حسنات آبائنا وامهتنا اللهم اكتب صالح عملنا في موازين حسنات آبائنا وامهتنا واصلي وسلم وبارك وتكرم وتحننا على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أشكركم جميعا على حسن استماعكم وحضوركم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته